كثيراً ما نسمع عن حالات وفيات لأشخاص داخل السيارة الأمر هنا لا يتعلق بحوادث مرور وإنما مكيف الهواء الذي لا يكون دوماً مبعثاً للراحة والانتعاش في الأجواء الحرة بل قد يتحول إلى وسيلة قتل صامتة السبب باختصار هو ترك مكيف السيارة يعمل لفترة أثناء توقف المركبة ذلك أن غاز أول أكسيد الكربون الذي ليس له لون ولا رائحة يتسبب في تسمم واختناق وموت سريع لجميع منهم بالسيارة دون أن يشعر أي منهم بذلك نساق توقف المركبة مخاطر كلماتيزة عنده سلبيت وعنده إيجابيات سلبيت تاعه صفيد الإنسان بواحد لما يعرف له شرل ضر الإنسان بزاف خطيش إنسان دي جاره هو نشف الإنسان أنا نشوف جيف في الفن ما ديش كلماتيزة في طنابي الاستسلام للنوم داخل المركبات مع إغلاق جميع النوافد والإبقاء على المكيف بوضع التشغيل يصفه الخبراء بعملية انتحار بطيئة تؤدي إلى اختناق الشخص ومن ثم موته خلال أقل من ساعة حقيقة يجهلها كثيرون الاستخدام المفرط للمكيفات الهوائية للسيارات يحمل مخاطر كثيرة أيضا وأمراض ناجمة عن سوء الاستعمال والتشغيل الصحيح تشغله ما تشغله شو الكاروات طالعين عصون بورصون تشغله كاروات حبطين شوية باش اللي هو تعبره وتعلى الداخل يكون كيف كيف وقبل ما تكوني رايحة زع ما تحبطي الكاش بلاسان حب حبطي الكاروات نص باش كنت تكوني في البرودة وتحبطي شو مايصال كوالو بسح هنا يطلع الكاروات كومبلي والبرودة البرودة البرودة درهم وقايا خير من قنطار علاج وإن زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده وينصح الخبراء دوما بتحاشي بعض العادات السيئة التي تقود إلى كوالث الغير متوقعة